وصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان جولاته بعد زيارة إلى مدينة جدة سعودية وأيضا الكويت وذلك بهدف الوساطة من أجل حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر وفقا لوكالة الأنباء السعودية أجرى أردوغان محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فور وصوله إلى جدة حيث ناقش الجانبان مواضيع مثل مكافحة الإرهاب وقطع المصادر المالية للإرهاب عقب المحادثات مع الجانب السعودي توجه أردوغان في اليوم نفسه إلى الكويت ومن المقرر أن يزور قطر أيضا للقيام بأعمال الوساطة هذا وقال أردوغان لوسائل الإعلام قبل زيارته للسعودية إن تصعيد أزمة قطر لا يفيد أي طرف وإن تركيا تدعم الحل الفوري للأزمة كما أعرب أردوغان عن تقديره للموقف الذي اتخذته قطر في هذه الأزمة قائلا إن قطر بذلت جهودا مخلصة من أجل حل الخلافات عبر الحوار